إلى أنه رسمياً تم تحديد يوم 7 أغسطس نوعد لاستقناف دوري أبطال أوروبا وده وفقاً لما قاله أليكسندر رئيس رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في المؤتمر اللي اتعرض النهاردة قالك أنه مباراة الدولين ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة النهائية لدوري الأبطال هتقام على الملعبين الخاصين بنادي بين فيكا وسبورتينج بداية من 12 أغسطس وحيستكمل دوري الستاشر في السابع والثامن من أغسطس على أن يقام الدور ربع النهائي بين 12 ل 15 من الشهر ذاته نصف النهائي حيكون يومي 18 و19 والمباراة النهائية تبقى 23 أغسطس مباراة الإيابة المتبقية من دوري الستاشر لم يعلن اللي وفى ليها ملعب لحد دلوقتي قد تلعب على ملعبها المحددة سلفاً إذا سمح الأمر أو تلعب في بورتغال بشكل أو بآخر بيتبقى أربع مواجهات بين سيتي وريال مدريد والبايرن وتشيلسي ويوفي ونابولي بالإضافة لمواجهة برشلونة ونابولي وتآهل لربع النهائي كل من أتالنطا الإيطالي ولايبزيج الألماني وباريس سان جرمال فرنسي وأتلتكو مدريد الإسباني اشتركوا في القناة